قاعدوا قدام ثلاث ممسلين ما اشتغلتش معاهم قبل كده وتمنى هم ثلاثة يشتغلوا هم لا شرف عظيم هش هتسألني نفس السؤال كنت مستمسك هشوف هستمتنون كنعاوزي بي حاجة هشوف هشوف هستمتنون كنعاوزي بي حاجة والناس بتردع تباركة بيني وبين إيهاب أو عام خليل أكبر مورد ينسوم في قناة المكت أول مرة انتبنى كريز الدحك كم يعني لمدة عشر دقائق متواصلة أكيد بعد ضغط عدد ساعات عدد ساعات بس بسبب فيه بقى تاريخي بيني وبينه حتى لاحظت انه هو برضو دحكني دلوقتي في المشهد اللي ما بينه وبين ماليكة مالوكة مالوكة شخصية عم خليل هي شخصية هو حد قلعبان جداً وشيطاني جداً إنما عامل بقى انه هو رجل الحكمة والمسلود وعلاقة أبوه بينه وبين كريم الشاهد فلهو بينصحه طول الوقت فشايف كريم منهار منهار نفسياً ودخل عليه بقى بليانسون هو على طول دخل بليانسون تحس انه هو حطط له حاجة فيه يقول له يا ابني أنا مش عايزك يا ابني تستسلم اللي مش عارف ايه وعايزك تستعيد نفسك وعايزك تكون شريف في حياتك وكون شريف في حياتك زي كده هو قالت زي كده وقالت تبني هو ليحك المعارفة طبعاً الشخصية الشخصية كل ما يقول زي كده وانا طبعاً عايزك يا ولدي تكون شريف في حياتك وعاك تكون أجل شرف في شيء اه تكون شريف في حياتك اه وقالت شرف في شيء اه زي كده زي كده محمد نصر كان رحمد عمر بيلعب شيخ تسمعه ده حروك وكان محدد نصاب وحرامه وقالتال قوته له فنصر الناس جمعي يعني فيه ناس يضربوه كده فراح يمثل ان هو الظلم فنصر بيقول له انت بتعتدي على المواطن الشريف ده حروك فكل ما يجي يقول له احنا نضحك نضحك والناس عارفنا مش مش شريف ولا وكان لسه بيقول لي مليكة يا بنت بيقول لها الرضا هم حاجة الرضا بيقول نخال سيد غرون عايز يبلع كل حاجة اصلا